موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والبداية من العنوين في العنوان الأول تظاهرات للعاملين بالأجر اليومي في بغداد وسط مطالبات بتثبيتهم على البلاك الدائم مثل باقي الموظفين وفي العنوان الثاني مطارات العراق تعكس الواقع المريرة للبلد المدمر حيث الخدمات السيئة والتعامل الردي ولدينا أيضا في عنواننا النفايات تملأ العراق ولا يوجد من يحرك ساكن من المسؤولين وسط انتشار للأمراض وفي آخر العنوان لدينا انتشار السلاح في العراق الذي أصبح بمتناول شريحة واسعة من العراقيين يثبت الفشل الأمنية وضعف الدولة أهلا بكم خرجت مظاهرة لعمال الأجر اليومي في وزارة الكهرباء ودوائرها حيث اجتمعوا من جميع المحافظات وتظاهروا في بغداد قرب مقر الأمانة العامة لرئاسة الوزراء مطالبين بتثبيتهم أسوة بالعقود على ملاك الوزارة ويعطائهم حقوقهم حيث أن هذه الشريحة تمثل الشريحة الأهم في دوائر الكهرباء والمديريات حيث تقعوا على عاتقهم أغلب أعمال الصيانة في شبكات الكهرباء ودوائر التوزيع فنشحن أهلا وسهلا تجري الآن تظاهرة مركزية باسم أجور اليومي في وزارة الكهرباء ونشهد توافد بقية المحافظات إلى ساحة الاحتصام التي هي أمام مجلس رئاسة مجلس الوزراء اشتركوا في القناة منظموات تظاهرات هددوا بالاعتصام في حال لم تستجب رئاسة الوزراء ووزارة الكهرباء لمطالبهم وأكدوا أنهم باقون حتى يتحصلوا على حقوقهم المسوفة منذ ثلاثة عشر عاما والتخلص من ظلم الواقع من الحكومة على شريحة الأجراء اليوميين فلو شاهد وزارة الكهرباء هذا الطلب مقاحة لو جرى منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما من حتى الآن في تسويق المناطلة في وزارة الكهرباء وليس في المنطقة الجنوهية أن هذا هو مقدمة الرمح وإذا لم تستجب رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء ووزير الكهرباء أقسم بالله وبما أعبد بالتوراة والإنجيل والقرآن أننا منظمون وبحالها سأدعو إلى احتصام مفتوح لكل محافظات العراق هنا في بغداد وما يجري فليجري فإنما جرى على الرجال قوامه ننتقل إلى موضوع آخر موضوع مهم جداً في العراق لأنه يعكس للمسافرين للقادمين إلى العراق بشكل عام من العربي والأجانبي وغيرهم إن جاء أحد أن هذا البلد هو بلد ليست فيه مقاومات أي بلد في العالم لأنه ناقص من كل شيء وتنقصه الخدمات طبعاً بالنسبة لمطاراته وبالنسبة لبنيته الأساسية والتحتية وغيرها الكثير من القطاعات التي يعاني فيها هذا البلد على العموم نركز اليوم على قضية المطارات انتقد رجل دين لبناني المعاملة التي لاقاها في مطار النجف وقال لم نشاهد معاملة سيئة في جميع مطارات العالم مثل ما شاهدناها في مطار النجف وحث المسافرين على فضح المسؤولين الفاسدين في العراق ونشرهم على صفحات التواصل الاجتماعي فنشاهد أما مطار النجف مطار أمين المؤمنين اللي بيحب أمين المؤمنين واللي بدوا يحفظ التشيهم واللي بدوا يحفظ كلامة هاي دي المقامان لا تكونوا نعاجي بحياتنا ولا تتحولوا لنعاج أبدا اللي بخص لا مسؤولين على حملان ولا تحطوا خطوا بالمعانفين وتطلوا تطلقوا فيهم فهو دي ضحايا يلحقوا هوليك بروس لتباب تحقوا لهم نوش الغيلان اخطحوهم في ناس اصحاب شركات سماسرة اللي بيضها عكتر بيبيعوا طيارة وانتوا بعتوا ما خصلوا لها صاحب الحملة ولا خصلوا المحاول المعلم ما خصلوا لهم ما دفعش تطلقوا لهم في تطلقوا بعض كفرحاقوا البقيل اخطحوهم ما دخلوا صفحة إلا أحكوا عنهم هاي دي شوي الواحد بيعبر هذا انتوا اللي بنتهي في باردينيا شوي الكلام وعز التهيس وهي أهدف الصلاة شفة الصلاة ما شاء الله ها هؤدي اللي شبطونا هلا اخطي لهم يا هاد صلاة كلهم يمروا من حد المقام وتيعمل هكو جيد حليم وعمرهم ما حايسين وعمروا هيدا البلد ما بيتعمر لعلى النفاق لعلى الكزر لعلى تلة احترام الهاتف الناس بتعمر هيدا حاكم نتفوتوا على اي مطار بالعالم ومشكور اي موظف يبتسج ويحتلق اذا بابت يبتسج لازم يمرق سلق للرمد كانت سلق السلق ممنوع يكون على اي مؤسس حقود انه يبتسج لكم ويحتلوا بكم وللكم الكلمة الحلوة حتى لو عزادولو فهو عزايفا هدو يجركن الاشكال اذا انتم مش عالتين شو صار كانت فيكم حج المسندين وعملوا يلا يلا امشي يلا امشي هاي ممن البلد تكون بأي دولة بأوروبا وبأمائكا وبالعالم كبارنا بلغ النجرة ممن البلغ النجرة وانتم هذه البلغة روحوا والعوها على الفيسبوك وروحوا تحتوا على هاي المسؤولين المسؤولين الشركات حتى الحمليات الثانية شوية ببراكتكم من مطار النجف الى مطار بغداد الدولي رصد غياب لموظفين مسؤولين عن توجيه المسافرين الى طائراتهم في الرحلة القادمة من بغداد الى اسطنبول يوم امس ما ادخل النساء في حيرة من امرهم في ظل الفوضى التي شاهدوها فنشاهد من داخل مطار بغداد الدولي الواحد موظفين قافوا الباب نجلونا جوا قافوا الباب ما اعطيه؟ هاي عاد هاي عاد هاي عاد قافوا الباب ورايح والعالم تبتضب هاي اسطنا 4 ساعة يقول قافوا الباب راح للحمامات معقولة يعني هايش؟ بالانتقال إلى موضوع آخر مهم للغاية وهو يؤثر على حياة البشر بشكل عام سوق القبلة في محافظة البصرة أصبح عبارة عن مكبل النفايات التي تراكمت ولا يوجد من يقوم برفعها ويتساءل المواطنون أين دور البلدية في تنظيف المدينة ورفع النفايات فنشاهد السلام عليكم بدلدية القبلة يا أما هذا مبزيل ويتنظف ويمشي بي مالك يا أما مو مبزيل وينطمر حتى تبلغونيش ماكوهج كارثة هاي كارثة شوان قاعدة هاي العالم من الريحة شوان مستقرة هاي البيوت والله ما أذيك والله يعينكم هالسوق الشبير اليوم أول مرة أدخل بسوق الشبير هاي صارده واي ما داخل حدودة 6 شر كارثة هاي هاي نفايات شنهي مدارس شنهي المدارس بالباب باب المدرسة بالنفايات هاي الباب بالباب والمدرسة لكم أن تتخيلوا حجم الأمراض وكميتها التي قد تصيب البشر المحيطين أو القاطنين في المناطق التي تتواجد فيها هذه النفايات بالحديث عن الأمراض وعلاجها نتابع مع حضراتكم واجهة ومدخل مستشفى الحمزة العام في مدينة ديوانية بمحافظة القادسية مستشفى الحمزة العام هاي الاستشارية مستشفى الحمزة العام هاي هذا باب المستشفى الرئيسي هاي لحياة شلون هادري المريض شلون المريض بالمستشفى شهي تنفس نفس هاي هاي صيدلي يا أمات صيدرية البركة الله يساعدك محمد سواء الواحد بسيط يعني محافظة ديوانية واسمه اسم محافظة هذا الوضع قبال المستشفى الحمزة العام الرئيسي وهاي الاستشارية ادري المريض جاي يتعالج والله ما ادري يتعالج لو يتمرض شن السبب بلدية الحمزة شن السبب اخوان عدكم نقوس ليش هذا ليش هذا الهمال ليش السبب شنوه مثلا دافتهم السبب شنوه السبب بصوش بالوادي ما تطلع ما طالب حقه السبب بوجهاء والمنافقين المترويني والجبناء للبعض من اهالي مدينة الحمزة هذا حال باب الرئيسي مستشفى الحمزة العام هذا المستشفى خاف بعد يقول هاي الاستشارية هذا مستنقع السقط ننتقل الآن الى واحد من اخطر ملفات او الملفات التي يواجهها العراق كدولة في ظل انتشار الاسلحة في العراق والنزاعات العشائرية التي تحدث في مناطق الجنوب تحديدا واخيرها كان في منطقة القرمة في محافظة البصرة الذي استخدم فيه صواريخ وطائرات مسيرة كما ورد من معلومات لدى البعض اليوم نزاع جديد بين جارين في مدينة الصدر الشرقية بغداد استخدم فيه اسلحة نارية مما اثار استهجان المواطنين وغضبهم من الملف الامني المنهار في العراق دعونا نشاهد اشتركوا في القناة نقع في هذا الاطار حيث اصابت رصاصة طائشة عريسا في ليلة زفافه بمحافظة بابل واردته قتيلا حيث افاد مصدر امني في محافظة بابل ان عريسا قتل جراء رصاصة طائشة في ليلة زفافه جنوبية المحافظة وقال المصدر ان رصاصة طائشة اصابت شابا اثناء الاحتفال بليلة زفافه في قضاء القاسم جنوبية محافظة بابل ما اسفر عن مقتله في الحال اهلا بكم من جديد بفقرة اراءكم رياح قوية ضربت محافظة الانبار باتجاه العاصمة بغداد وكانت مصحوبة بالاتربات ثم الامطار هذه الرياح اقتلعت بعض سيطرات القوات الامنية ومن ضمن هذه السيطرات احداها التي تقع على مدخل محافظة الانبار تحديدا مدينة الرمادي واستاجن المواطنون على صفحات الفيسبوك وصفحات التواصل الاجتماعي بشكل عام من اهنيار هذه السيطرة التي صرف عليها الملايين كما يقال لتقتلعها الرياح وهذا يدل على الفساد الذي يتخلل حملات الاعمار والمقاولات دعونا نشاهد الصور التي جاءت على هذا الموضوع هذه هي نقطة التفتيش او السيطرة الامنية التي متواجدة او تتواجد على مدخل محافظة الانبار تحديدا مدينة الرمادي هذا هو شكلها القديم قبل ان تعصف بها الرياح وتدمرها بهذه الطريقة وبهذا الشكل دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على هذا الموضوع في اول تعليق لدينا بها يقول بعد انتظر الفضيحة مال تبليض منيج الصيف والحر شلون راح يموع في تعليق اخر مزهر يقول هو كم بوري و كم كيبل معاد تصنيعة وحسبوهن بكم مليار على المحافظة تدخل في اوجه الفساد حسين يقول غش وخيانة وبوغ ونهب للا علم ولا امانة ولا محاسبة واحد المعلقين يقول شنو من كارتون مسوينا حتى هيتش يصير بي يتساءل عن جودة هذه المعدات عثمان يقول هسه ياخذها مقاول بمليون دولار براس الفقرة يشير الى المقاولين الفسدين الموجودين طبعا بالتعاون مع الحزاب عصام يقول اخوان شوفنا الجسر الجديد بعد على الفرات لو همطار اخوان شوفنا الجسر الجديد بعد على الفرات لو همطار وي الهوى اخواني اقصد كان هذا ما لدينا من تعليقات جاءت على هذا الموضوع طبعا انتقاد شديد لرداءة المعدات التي تستخدمه في البناء في الاعمار وفي اي مكان في العراق نظرا لوجود فساد مستشر في هذا البلد والذي بسببه تقل الجودة في كثير من الاحيان وتغيب المنشآت والمعدات عن كثير من المشاريع في احيان اخرى نراكم بعد قليل اهلا بكم من جديد الوسم في فقرة الهاشتاغ هو العراق يريد دعونا نشاهد التغريدات التي جاءت على هذا الوسم علي يقول العراق يريد رئيسا باقي بالبلد لعماره وحل مشاكله لا ان يكون سندباد كل يوم في بلد في تغريدة اخرى بامجيد يقول العراق يريد يخلص من الفساد وهدر المال العام هذا من المطالب الشعبية الاساسية حسنين يقول العراق يريد ناس ما تقدس بشر يريد ناس ما تقول آني شعلية يريد ناس تفكر بغيرها مثل ما تفكر بنفسها وفي اخر التعليقات لدينا او التغريدات عفوا احمد يقول العراق يريد الرجل المناسب في المكان المناسب وهذا حقيقة ما ينقص العراق كبلا نراكم بعد قليل لان الاحداث تصنعها الشعوب المكافحة تنقلها القنوات الرائدة لان فلسطين تعيش في قلوب الاحرار لابد ان نعيش فيها ومعها لانها تستحق اكثر من مجرد تغطية اخبارية اعمق من نقاش وتحليل وابعد مما وراء الاحداث نحن عينك على فلسطين برنامج من فلسطين على قناة الرافدين اهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام طبعا معركة تنظيم الدولة ما بين القوات الحكومية في العراق او كانت في سوريا او تحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة ايران اطراف كثيرة تتواجد في العراق وسوريا وهناك مصالح كثيرة قد تكون مشتركة وقد تكون متباعدة او متناقضة فيما بين الدول المحيطة والدول البعيدة عن العراق لكن هناك مؤشرات تدل على ان حدود العراق قد تكون منطقة ملتهبة الصراع بين اطراف دولية لها مصالح في العراق وخارجه دعونا نشاهد اشتركوا في القناة 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 معلم عراقي يقطن في بيت غير مكتمل لكنه قام بإنفاق ماله الخاص ليوفر غرفة في هذا البيت ويحولها إلى غرفة تعليمية مكتملة الاحتياجات دعونا نشاهد فضلت أني مكان عملي على بيتي لأن أيضاً هم الطلاب هم مثل أولادي يهمني أمرهم أكثر نحن نتعامل ويا أقول ميت وعمل ويا ألا شيء فنانا عندنا أصبح عندنا كل بيت وعند الأب وعند الأوم وعند الصفر الأجهزة اللوحية والعالم الإلكتروني الجديد اللي غزع العالم حالياً فلازم يكون المعلم بالوقت الحاضر أنه يواقب هذا التطور من خلال تجربتي أنه هذا الصفر الإلكتروني اللي أرتمته يعني جاي شوف طلاب وما شاء الله صارت أفعلهم أقوى صار نشاطهم أقوى صارت يعني قدرت أستنبط منعتهم أفكار حلوة وصار متمكنين من اللغة وفي آخر المقاطع التي سنعرضها في هذه الحلقة مشاهدين الكرام وموضوع أثار الجدل مؤخراً بالنسبة لمحبي الحيوانات وبالنسبة للمنظمة التي تدافع الحقوق الحيواني وما يتعرضون له من انتهاكات في بعض الدول عموماً في بلد غير متوقع أن تحدث في هذه الأمور لكن قرجت أستراليا بضربة قوية وهي اعتزامها أن تقتل مليوني قط ما أثار موجة غضب عالمية لما فيه من انتهاك لحقوق الحيوان كما يرى البعض فنشاهد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بهذا مشاهدين الكرام نصل إلى ختم حلقتنا لهذا اليوم شكراً للمتابعة وإلى اللقاء